خليني أقول لحضراتكم بخبر جميل ومبهج كرامة الشركة المتحدة لخدمات الإعلامية مخرجي فيلم رفعت عيني للسماء الفيلم طبعا تكرمت نادا رياض وأيمن الأمير هما الاتنين اللي أخرجوا الفيلم وذلك بعد حصول الفيلم على جائزة العين الذهبية لأفضل فيلم تسجيلي في مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته رقم 77 الأسبوع الماضي وطبعا خلال التكريم أشار الأستاذ عمر الفئي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة المتحدة للخدمات الإعلامية إلى أن الشركة شركة المتحدة تضع دعم ورعاية للمبدعين في قمة أولويتها وده لدورهم الهام في صناعة الوعي والحفاظ على ريادة الدولة المصرية في كافة مجالات الفنون وخاصة الدراما والسينما وبعد فوز رفعت عيني في السماء في مهرجان كان تكريما للفن المصري وطبعا يعني اللي مثله ده بشكل مشرف للمخرجة نادا رياد والمخرج أيمن الأمير كسفراء من المبدعين في مصر وكمان تم الاتفاق خلال اللقاء أيضا على البدء في التحذير لعمل فني يتم إنتاجه بالتعاون مع قطاع الوثائقيات بالشركة المتحدة قريبة حضر اللقاء الأستاذ شريف سعيد رئيس قطاع الانتاج الوثائقي في الشركة المتحدة وكمان زي ما انتم عارفين فيلم رفعت عيني للسماء هو أول فيلم مصري يحصل على الجائزة ضمن فعاليات مهرجان كان السليمائي والفيلم على فكرة من بطولة فريق مصرح بانوراما بالسعيد وهو بيتكلم على فكرة على فرقة بنات مصرحية وده الحقيقة الموضوع الحقيقة جذاب جدا وطبعا الفريق هم مجدة مسعود وهايدي سامح ومونيكا يوسف ومارينا سمير وماريم نصار وليديا هارون ويوستينا سمير مؤسسة الفريق يعني كل التحية والتقدير أيضا لهذا الفريق والفيلم رفعت عيني للسماء وطبعا ده شيء جميل من المتحدة أن تكرم المبدعين دايما اشتركوا في القناة